السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير والعافية حرمة كبيرة في السن تصلت علي تشتكي من زوجها اللي تزوج عليها مسيار وبعد عمر ثلاثين سنة والشقة والعنى يوم حصل لقرشين الآن يتزوج قلت لي يا بنت الحلال اذكري الله وصلي على رسول الله قالت لي أصلا هو كبير في السن قلنا على العين والرأس هو أصلا عنده مشاكل قلنا على العين والرأس هو ما علمنا قلنا على العين والرأس أنت واش تبغين بالزبط قالت أبغى أخلعه وأبغى أن تقم منه وأنا جمعت أولاده وبنات كلهم ضده وطيرناهم البيت وأصبح معدي يجينا وحالتنا حاله قلت لها يا بنت الحلال صلي عن نبي واذكري الله واسمعي الكلام الزين الحلو أولا هذا الرجل تزوج مسيار ولا مسفار ولا مطيار ولا ماذا يشي يسمونها بينه وبين رب العالمي أهم شيء أنت حافظي على بيتك وحافظي على أولادك لما انت طلب بين الخلو وين تروحين؟ قالت أبغى تزوج قلت مني بتزوجت؟ قالت بروح أدول لي واحدين صغير قلت الصغير دولة صغيرة والله ما يطالع ذيوجك واحد إلا واحد مثل خويك ولا أردى منه فخليك مع الرجال الطيب هذا ما دام الأمور طيبة هو تعدى عليك؟ قالت لا هو قصر؟ قالت لا هو مديده؟ قالت لا هو مدم المخدرات؟ قالت لا إحمدي رب العالمين خليك مع عيالك في بيتك أمورك طيبة وشقتك موجودة وطلعك من بيتك؟ قالت لا من الحمد لله رب العالمين أصلا هو تزوج واحدة كبيرة ما عليك منها تزوج واحدة كبيرة إن شاء الله يتزوج واحدة عمره مئة سنة كيف؟ بينه وبين الله أهم شيء العدل ثم العدل ثم العدل بالنسبة لخلع وين بتروحي؟ بخلعه طيب تخلعني وين تروحي؟ شتتتي أبنائك ضيعتي نفسك بعد هذا العمر كلها مالك مكان عند أحد إن جيتي في بيتها لك والله مالك مكان وإن جيتي يعني ما هو مرحة يعني مرحبا بك تجلسين بس مالك مالك مكان ناس مشغولين أخوانك مشغولين أخواتك مشغولين أمك وبك متوفين مالك مكان خالك في بيتك مع أولادك معززة مكرمة معترمة مالك ومال الإزعاج اللي مالها لزو وبأعطيكم سر الأولة ما في زيها القديم قديمك نديمك لو الجديد أغناك بيروح يهبد مع هذه شوية ويأخذ طربة على ما قالوا وبعدها بيرجع لك لأن الكبير السن ما يرتاح للي في سنه واللي يفاهمينه واللي يعارفينها وسائل التواصل مع الأسف الصور الفاضحة وسائل التواصل الموجودة طلعت للناس عالم يعني شهيهم للزواج لكن لا يعرفون حقيقة الزواج هذا في آخر العمر اشتركوا في القناة